أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحنان والمنان عظيم العطاء جزيل الإحسان أحمده سبحانه وتعالى أن جعلنا أمة القرآن ونشكره جل وعلا أن امتن علينا بشهر رمضان والصلاة والسلام على المبعوث بالرأفة والرحمة والشفقة والحنان سيدنا محمد سيد ولد عدنان اللهم صلى عليه وعلى آله الكرام وصحابة البررة الأعلام وعنا معهم صلاة نرتقي بها في أعلى درجات الجنان أما بعد أحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في حلقة من حلقات برنامجكم نفحات رمضان أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه بشأن شهر رمضان فقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فلم يقل شهرا كاملا وإنما عبر بأيام في إشارة إلى تقليلها وسرعة فواتها وهذا ماذا تأخذ منه أيها المؤمن؟ عندما يقول لك أيام قلائل أو ساعات قليلة تأخذ منه أنه لا بد من مسابقة الزمن في أن تغتنمه اغتناما كاملا تاما وتحظى بما أراده الله سبحانه وتعالى وبما عرض فيه من النفحات حتى تكون أسعد الناس في الدنيا وفي الآخرة أما أن يقول لك أياما معدودات ثم بعد ذلك تغفل عن اغتنام هذه الأوقات المباركات التي يتجل الله سبحانه وتعالى عنها أو فيها عننا بكثير من النفحات فتجعلها تمر هكذا في السهو والغفلة والنوم والكسل فهذا ليس حال العاقل الإنسان النبيب العاقل المسلم ينبغي أن يقتنم الوقت فالوقت عند المسلم له أهمية وإدراك المسلم لحقيقة وقته أو للوقت لأهمية الوقت إدراكك لأهمية الوقت الذي تعيش فيه هو في الحقيقة إدراك لحقيقة وجودك فإذا وجدت الإنسان يغتنم الوقت خصوصا في المواسم الفاضلة كرمضان يغتنم الأيام ويغتنم الليالي اغتناما كبيرة حتى لا يضيع ولو ثانية من ثواني هذه الأيام أو هذه الليالي الليالي بالقيام والأيام بالصيام وقراءة القرآن والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسائر العبادات وأفعال البر والخير حتى يحظى بالثواب العظيم والعطاء الجزيل من الله سبحانه وتعالى فإذا وجدت الإنسان يغتنم وقته في رمضان أو في غير رمضان ويعرف له قيمة فاعلم أنه قد أدرك قيمة وجوده في الدنيا أما الذي لا يدرك قيمة وجوده في الدنيا هو يعني ربما الجماد الحيوان أما الإنسان إذا علم قيمة وجوده في الدنيا فاعلم أنه قد اغتنم وقته وعلم قيمة الوقت والعكس بالعكس صحيح إذا علم الإنسان أو عرف قيمة الوقت تجده قد علم حقيقة وجوده وعبادة الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنسان إلا ليعبدون ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يهيئنا قبل رمضان بشهرين إلى أن نغتنم هذه الأيام المعدودات ونعرف لهذا الوقت الذي كرمه الله سبحانه وتعالى وخصه لأجل تكريمنا لهو رمضان كان يهيئنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بشهرين في الحديث اللهم بارك لنا في رجبة وشعبان وبلغنا رمضان يعني عندما يدخل رجب النبي صلى الله عليه وسلم كان يهيئ الأمة لرمضان وأن تدعو أيها المسلم لأن تبلغ رمضان ومتالي هل تبلغ رمضان هكذا مجرد الشهر لهو شهر الهجري رمضان من واحد إلى ثلاثين مثلا لسهذاك هو المقصود النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجبة وشعبان وبلغنا رمضان حتى نقتنم أيامه ونقتنم لياليه أما أن يطيل الله سبحانه وتعالى في عمرك أيها المسلم ويمتن عليك بطول العمر ويبلغك رمضان ثم بعد ذلك تغفل عن اغتنام الأيام والليالي فيما يرضي الله سبحانه وتعالى فهذا لا يقول به عاقل وليس مرادا من قوله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجبة وشعبان وبلغنا رمضان وليس مرادا من قوله سبحانه وتعالى أيام معدودات إنما المراد اغتنام الوقت اغتنام الوقت ومعرفة قيمة الوقت فالبركة في رجبة وشعبان والبركة الموجودة في رمضان في أحاديث قد أضر لكم شهر عظيم مبارك ينبغي أن يفرح المسلم ويحمد الله سبحانه وتعالى بأنه بلغه ربضا وأطال في عمره وهذا الحديث أخذ منه العلماء أنه يستحب للمسلم أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يبلغه الأزمنة الفاضلة حتى يغتنمها فيحظى ويتعرض للنفحات المعروضة فيها فيحظى بالسعادة الأبدية الدنيوية والأخروية هذا هو المقصود أما أن يطير الله سبحانه وتعالى ويمتن عليك بطول العمر ثم بعد ذلك لا تغتنم المواسم الفاضلة التي كرمها الله سبحانه وتعالى شرفها فهذا لا ينبغي أن يكون عليه حال المسلم فالأزمنة المشرفة والأمكرة المشرفة التي شرفها الله سبحانه وتعالى وعظمها ومعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب يقول سيدنا قتادة إن الله استفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا واصطفى من الأيام يوم الجمعة ومن الشهر شهر رمضان ومن الليالي ليلة القدر وإنما تعظم الأمور بما عظم الله عند أهل الفهم وأهل العقل كما يقول سيدنا قتادة رضي الله تعالى فأهل الفهم وأهل العقل يغتنمون المواسم الفاضلة كرمضان لا يتركون هذه المواسم تمر هكذا من غير أن يحظوا منها بالحظ الأوفر من القرب من الله سبحانه وتعالى والأنس به فعليك أيها المؤمن أن تحمد الله سبحانه وتعالى وهو الذي قد بلغك شهر رمضان وأطال في عمرك أن تغتنم الأيام والليالي وأن لا تفرط بأي جزء من أجزاء هذا الوقت لأن معرفة قيبة الوقت وفضله وشرفه ومكانته يعني يحفزك أيها المؤمن في أن تغتنم في أن تغتنم هذه الأيام الفاضلة أو تغتنم تواجدك في الأمكلة المشرفة وتعظم قدرها ومعظم شعير الله فإنها من تقل القلوب ثم بعد ذلك هذا الحال يجعلك تستزيد من الطعات والقربات الصيام والقيام وأفعل البر والخير إلى غير ذلك مما يكون له عليك أثر طيب في رمضان وبعد رمضان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته اللهم احنيننا ذاكرين وأمتنا ذاكرين وحشرنا في زمرة الداكرين بجاه سيد الداكرين تقبل الله صيام وقيام الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته